وجها لوجه تقف الحكومة والإمارات بعد خمس سنوات من التغاضي الرسمي عن التحركات الإماراتية وعلى وقع تقدمات ميليشيا المجلس الانتقالي الممولة والمسلحة من الإمارات في أبيان قررت الحكومة في مقر سفارة اليمنية برياض لمواجهة التمرد المسلح من قبل الإمارات وقال بيان الاجتماع الاستثنائي للحكومة أنها ستواجه التمرد المسلح للانتقالي الجنوبي بكافة الوسائل الدستورية وبما ينهي التمرد الحاصل في عدن في إشارة إلى استخدام القوة المسلحة لمواجهة التمدد الانتقالي بتخطيط إماراتي وقالت الحكومة إن الإمارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج التمرد المسلح من قبل الانتقالي وكيل أبوظبي في الجنوب بما فيها مسؤولية استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الأحداث والفوضى الحاصلة لكن بيان الحكومة أشاد مجدداً بالدور السعودي في اليمن رغم صمت السعودي تجاه التحركات الإماراتية خلال السنوات الماضية في عدن والمناطق المحررة وأكثر من ذلك التأكيدات السعودية الإماراتية على التنسيق المتكامل بين الطرفين في التحالف ترجمة نانسي قنقر